ان شاء الله هناخد النهاردة الجزء الثالث من الوحدة التانية الصف الاول الثانوي شرح كتاب المعاصر هنشرح النهاردة الجرامر بالتفصيل وطبعا هنحل عليها اسئلة مع ذكر سبب الحل خليكم معنا بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر احمد العبد من قناة دروس تعالمية اونلاين لو ديت اول مرة لك معنا ونورتنا في القناة ما تنساش تعمل لايك لان ده اكبر ده عملينا وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك الفيديوهات القادمة ان شاء الله ولوما كنت شفت الفيديوهات الماضية هسيب لك الرابط بتاع قائمة تشغيل شرح منهج الصف الاول الثانوي 2022 يما هتزهر حالا وانا بتكلم معاك دلوقتي في على الشاشة او هسيب لك الرابط في اول تعليق او في الوصف بتاع الفيديو والجديد معنا النهاردة زي ما قلتلكم قبل كده كل الاسئلة اللي انا تركتها ومحلتهاش سواء كان في الاختبار او في الاسئلة العامة هسيب لكم الرابط بتاع الحل في الوصف اسفل الفيديو او في اول تعليق طيب كده خلاص يا مستر لا فيه كمان عندنا جديد النهاردة ان شاء الله بعد ما تخلص الفيديو هتلاقي اختبار الكتروني الرابط بتاعه موجود في الوصف اسفل الفيديو برضو او في اول تعليق ادخلوا حل وادعيلي لان فيه افكار جميلة جدا جدا وبعد ما تخلص الحل هتلاقي الاجابة بتاعتك والدرجة بتاعتك والسبب بتاع الحل وصوات كل سؤال وبالتوفيق لكم كلكم يلا نمتبع مع القاعدة بتاعت الوحدة التانية طبعا القاعدة هنا بساطة جدا بتتكلم على زمن المدرع البسيط بس طبعا فيها بعض التركات خلي بلكم هنا اول حاج طبعا احنا عارفين ان المدرع البسيط تكوينه في الجملة الخبرية احنا عارفين يعني ممكن نقول خلاصة الكلام ان انا عندي فعل مصدر او فعل في اس فعل مصدر بجيب طبعا مع الفعل ايو وي داي او اسم جمع بجيب معهم فعل مصدر داي مثلا اي جيت اب ات سكس اولوك هنا كلمة جيت مصدر طيب داي سمتايمز جو هنا كلمة جو مصدر عشان داي بيجي مع مصدر نتكلم على الهاجات بسيطة او اولية في الاول خالص بنضف اس طبعا اذا كان الفعل مفرد غائب تمام زي هي او شي او ات او اس مثلا زي احمد لايكس طب بنضف اس نفس الكلام برضو اذا كان الفعل مفرد هي او شي او ات اذا كان المصدر منتابه يبقى بحرف سي اتش او اس اتش او اس اس او 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 اكس لو حاجة من نهاية دي اتفا اخر الفعل بضف له اس زي مثلا اية واتش اكشن فيلمز افري داي برضو بضف للفعل اي اس مع الفعل المفرد الغائب هي وشي ويت اذا كان مصدر منتابه واي والواي قبلها حرف ايه ساكن زي احنا متعودين فبحول الواي الى اي وانضف اس مثلا ماريام ستادز فلوسوفي اد كامبرج يونيفرستي ماريام طبعا بتدرس الفلسفة في جامعة ايه كامبرج بعد كتابه برضو بيكمل لي بولي الزيتين في زمن المدرعة البسيط احنا هنا المدرعة البسيط تكوينه يومي فعله مصدر يومي فعله في اس الفعل المصدر هنفيه بدونت الفعل اللي في اس هنفيه بدونت بس لما مانفي بدونت بشير الاس مثلا اي دونت جيت اوب ات سكس اكلوك كان اصلها اي دونت جيت اوب طيب احمد دازنت لايك كان اصلها ايه احمد لايك فقولت احمد دازنت لايك فهين جيه مصدر فهم من قطة هنا ان تكوين الماضي البسيط فاعل دونت زياد المصدر او فاعل دازنت زياد المصدر طيب هل ينفع استخدم النفر مع النفي طبعا ينفع استخدم النفر مع النفي انا عندي طريقتين للنفي اما دونت ودازنت تمام اما استخدم نفر تقول عليها للنفي القاطع يعني ما في حاجة حصلت من ده ابدا طيب الاس ولي السوليس هل هنشاء لما تجيب نفر لا باشلهاش مع نمير هي وشيويت او اذا كان فاعل مفرد ازاي بتساوي هنا قال لي دازنت عشان جاي مصدر طب نفر هل جاب است عشان نفر لأ ده لس جاي عشان هي طيب المرة اللي فات جاء لي نفر هلبس والمرة دي نفر جيت ازاي اذا هنا نفر ما لهاش داخل في الاس خالص اللي داخل في الاس هو الفاعل اللي في الاول طيب نتال نقطة دانية لو جيت سألت على في المدرع البسيط يعني بستخدم ايه بdo does يعني دو فاعل مصدر وداز فاعل مصدر اول مثلا ايه do you get up at 6 o'clock yes i do او لو اجابة كاملة هتبع ايه yes i get up at 6 o'clock every morning او no i don't no i don't get up at 6 o'clock every morning لو ابدأ يسوار بdoes طبعا داز هيجي معها فاعل مفرد does i watch action films yes she does او no she doesn't هاجيبي ايجابة كاملة يبعا yes she watches action films او no she doesn't watch action films طيب السؤال بكلمة استفاهم بقى لو عايق احنا عندنا نعمل السئلة السؤال بفعل مساعد زي do does سؤال بيد او بادات استفاهم نفس التكوين اللي فوده هو بتاع do does فاعل مصدر هتبع هنا ادات استفاهم do does فاعل مصدر نفس التكوين بس زودت ادات استفاهم what do you eat for lunch او how often does mr ashraf go to the club طيب النقطة المهمة عندي اوي اوي واللي بتلاحوطه فيها اللي هو المبني المجهول ازاي اجيب احل سؤال مبني المجهول في المطارة البسيط تمام طبعا المبني المجهول لازم يبدأ بمفعول اهم ايه زهر تصريف ثالث مفعول اهم ايه زهر تصريف ثالث طب نشوف كده نطبع عمل ايه عني farmers grow plants الفلاحين بيزرعوا ايه النباتات دي اتمنى المعلوم ليه عشان عندي فاعل وفعل ومفعول طبعا ايز اخلها مجهول هدى بالمفعول فقابل plants في الاول وبعد كده كلمة grow بمدرعة بسيط طب عاوز اجيب كلمة grow في المبني المجهول اللي هاجيب قبلها اهم ويزوروا التصريف الليه التالت النباتات يتم زراعتها بوسط الفلاحين مثال تاني في نازل ما بتاكلش اللحم على الاطلاق هابدأ بايه طبعا هنا صنبيبول دي فاعل ودونت ايت دي هتفاعل على بعضها مش دونت بس وميت اللي اللحم هابدأ بكلمة ميت طيب هنا هقول ايه بقى صنبيبول هاجيبها في الاخر مسبوكة بكلمة بايزة مولد في النص بقى هنا بقى ايه انا عند الفعل اصلا ايه تياكل لما اجيبه تصريف ثالث هتبقى ايه طبعا هاجيبها بلوام ويزور بس السيغة الجملة هنا منفية فبطر انفي برضوام ويزور او ليه يعني اللحم لا تؤكل على الاطلاق بواسطة العديد من الناس طب يا مصر هل ينفع اجبها زهاف لو كانت في حي الأساسي معنا يمتلك مثلا في المبني المجهول هل لها ما ينفعش هل بس ابدوها بفعل اخر حسب معناها طبعا احنا عارفين ان هاف لها معاني كتيرة ازاي يا مصر هاف مثلا معناها اون دي يعني يمتلك بوزز برضو معناها يمتلك بيلونج تو يخص او ينتمي الى صفر يعاني ايت يأكل باي يشتري بند يقضي تيك يأخذ دي كلها تنفع معاني الكلمة هاف نشوف مثالين بسرعة كده اي هاف اكار انا امتلك سيارة كلمة هاف معنا يمتلك ما ينفعش تيجي في المبني المجهول طب اي هاف اكار هنا يعني ايه يعني اي 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 اون اكار او اي بوزز اكار طب لما اكي حاولها هادا بكلمة اكار فاللي اكار اي از اي اما بوززد اي ايم اون دي ماي مي فروح تجيب الفعل اللي بقى اللي هو معناه زي يقولنا حسب المعنى يعني نخليها طيب ننتهي لنقطة الثانية هنا بقى حل ليه لا سلم انتفقنا لما كحل اسألة انا بوقف الفيديو احل قبل المصر ما يحل وبقى كارجع احل مع المصر تاني عشان ااكد الحل بتاعي طيب ننتهي بقى مع ايه مع نمبر ون ابني بيلعب فوتبول وتنس في النادي طيب هنا كلمة يلعب انا هنا خلي بالك انا بقى الفعل هنا مفرد بجيب الفعل في زي مونة في تكوين الفعل هيبقى فيه اس تمام يبقى بلايز نمر تو ماي صنز ابنائي الاسم هنا ايه جمع اتبقى بلاي تمام يبقى هنا فعل مصدر فوتبول اند تنس انذا كلاب طب هل كرة القدم والتنس هيلعبه في النادي ولا يتم لعبهم طب هيتم لعبه ازن لما كحل يا جمعة لازم نركز اوي هل الجملة بدأ بفاعل ولا بمفعول لو بدأ بمفعول باخد اتجاه تاني خالص ازن ده مبني المكهول يبقى ام ازار تصريف ثالث طب فوتبول وتنس اسم جمع يبقى ايه ار بلايز نمر فور فوتبول نوات اند كلاب طيب كرة القدم برضو هيتم لعبها يعني عايز برضو مبني مكهول ام ازار تصريف ثالث هول از بلايد ولا ار بلايد طبعا از بلايد عشان فوتبول مفرد نمر فايف these trees not their leaves in autumn الاشجار ديت عايزول ان الاشجار ديت لا تلقي بأوراقها في فصل الخريف تخريبا لكم بقى الاشجار هنا هي الفاعل اذا مش اجيبها من مكهول يعني isn't lost غلط وار انت لست غلط اذا عندي don't وdoesn't trees جمع يبقى don't lose لان هنا الاسم الجمع يجمع هدو number six this tree هذه الشجرة it leaves in autumn هذه الشجرة ديت isn't lost ولا doesn't lost don't lost ولا doesn't lost ولا aren't lost هنا في اول جملة هنا الفاعل هنا فاعل مفرد لانها شجرة واحدة يبقى doesn't lose number seven the leaves of this tree in autumn isn't lost don't lose doesn't lose aren't lost تخلي بالك بقى اوراق الشجرة هنا فاعل او المفعول هنا مفعول لان هي اللي بيقع عليها الفعل هتبقى ايه عايز مبني مجهول طبعا مش هين فاعل leaves اقول is هتبقى leaves ايه are aren't lost number eight this tree it leaves in autumn هذه الشجرة عايز اقول ايه لا ايه لا تفقد اوراقها في فصل الخريف never loses don't lose never lose aren't lost طبعا مش تبقى هنا aren't عاشي ان الشجرة فاعل تمام never lose طب الشجرة هنا فاعل مفرد يبقى عايز اقول ايه never loses طبعا ليه ما قلتش don't لو doesn't كنت ممكن اقول صح لكن don't لا number nine does ameer not your birthday party هل امير عايز اقول بيحضر او بيحضر حفلة عيد الميلاد او حفلات عيد الميلاد هنا does فاعل ايه مظر تمام يبقى tint يحضر مظبوط number ten you with your homework anyone helps ولا is anyone helped ولا does anyone help ولا anyone is helped ده سوال فبالتالي يجبنا البدء بانيها تبقى غلط a او d دول غلط نجيبا is anyone helped ولا does anyone help هل اي احد ساعدك ولا هل اي احد تمام مساعدته لا هل اي احد ساعدك يبقى does anyone help you طيب number 11 where is your homework وهنا بقى عايز وليه هل انت تمام مساعدتك ده سوال فطبعا هتبقى غلط you help وطبعا you are helped برضو غلط عندي do you help ولا are you helped ايه اللي في وما بني مقول طبعا هنا letter d are you helped هل انت تمام مساعدتك في عام الوجه number 12 we know what a nice time by the sea انا عايزوا احنا عضينا وقت كويس بجوار ايه البحر بايدوا لمصر انا جاي هنا كلمة buy فبالتالي ايه بما بني مجهور ركز يا باش باي زا سي هنا بجوار وليس بواسطة البحر طب بجوار البحر ايزا انت جملة ما بدي المعلوم طب ويها تاخد ايه طبعا ويها تاخد have تمام يعني هاف معناها spend a nice time طب لو بدأ لي بقى بقى اللي ايه a nice time يعني الوقت اللطيف تم قضاءه buy the sea بجوار البحر برضو تم قضاءه يعني ابن مجهور تمام يبقى هاتي بقى ايه ارهاد لا ده nice time هنا طعم المعلومة المفرد هاتي بقى ايه is spend كامل الملحظات اللهم بتاعتنا طبعا بقولي بالنسبة لكلمة بي لما تيجي كفعيل اساسي في المدرعة البسيط طبعا ما نجيبش كلمة بي نفسها بنجيب مكان هام وزوار بمعنى يكون او يوجد وبالتالي ما بجيبش فعلي تاني في الجملة دو او دز لانا مش ينفع في جملة فعالين اساسيين انا بقول يا جماعة به كفعيل اساسي مثلا علي is at school علي يكون في المدرسة مفعش اقول بقى علي دو از لا از موجودة بتعمل عمل الفعال الاساسي علي isn't at school يعني علي ايه علي لي لا يكون بالمدرسة لبنا نفيتها في السؤال از علي at school وفي الايه دابل و اتشو كواتشن هتبقى where is علي اين يكون علي ازان هنا از في كل الامثلة يا جماعة معناها يكون نفس الفكرة كلمة هاتي كفعيل اساسي معناها يمتلك او يتناول او يشتري او يصاب او اللي احنا قبل كده من شوية طبعا هل ينفع اجيب معها دو دز لا ما ينفع اجيب معها دو دز الا في حالتين في حالة النفي وفي حالة السؤال بس اذا يقول لك they have lunch at three o'clock هم بيتناول الغدس ساعة كام تلاتة طبعا ازان فيها how they haven't they isn't كده لا اناقول they don't have lunch at three o'clock طب لو هاجبها في السؤال how do they have طب السؤال التاني when do they have خلي ازان ها فينا لو بن فيها باجيب don't باجيب سؤال باجيب do طبعا مع ضمائر اللي هم ضمائر الجامع زي موت ايه مع ايه طيب او باجيبها في سؤال بايه بوين دو بربو نفس كلا بنحل السؤال نظر بسرعة ونبنوقف الفيديو نحل لوحدنا ونرجع نأكد اجابتنا نمبر ون علي not at home right now he is at school علي مش في البيت يبقى علي ايه isn't لا يكون ايه بيكلم بي ايه بيقول at home right now I don't know he isn't at school he is at school يبقى is علي does علي علي is does علي have طبعا تبقى ايه is علي هال يوجد علي بالمنزل مشان فعاجب داز بي يا جماعة نمبر ثري we know at lunch before my father returns home احنا لم نتناول غدا قبل ما بابا يوصل اليه المنزل في حاجة اسمها don't be طبعا غلط اما الاسمها ايه we don't have نحن لا نتناول ان هافينا عنها يأكل او يتناول فبقى فيها don't have doesn't number four lunch before your father returns home هنا هيكلم على ايه بقى ان you have ولا have you ولا are you ولا do you have هو جبالي في سوق تيه السؤال طبعا تبقى ايه do you have هل انتم تتناولوا من الغداء قبل ما بابا يوصل المنزل نكمل طبعا استخدامات الايه المدارع البسيط هنا طبعا بيقول لي نكلم على حقوق سابتة زي مونا قبل كده the sun gives us light and the heat اشان ستعطينا ايه اتضوى الحرارة او people don't live under water ناس ودعش تحت المياه ودية حقائق ممكن اعبر عن ايه شيء حقك في المدارع يعني حقك تدوم لفترة طويلة او موقف دائما يوسف lives in a suit يوسف يعيش في اصيوت my wife is an engineer زوجتي مهندسة فدية حقائق دائما نكمل بقى استخدامات المدارع البسيط طبعا بقول لي برضو بيدل المدارع البسيط عليه على المستقبل بعد رابط الزمنية وده اهم حتة هنا when while address as before the moment by the time after once as soon as until until الحاجات يا جماعة ركزوا اود نقول لي time connectors بيجيب لي لور رابط الزمني ويجيب لي وراه حاجة من الاتنين هي مدرعة بسيطة يا مدرعة تام طبو الزمن التاني مستعمل بسيغة بسيغة مختلفة سواء كان will المصدر طبعا بركزوا معايا when i arrive لما بوصل المنزل i will او لما بوصل المنزل i will take a shower في هنا الحدث الاول طبعا نوصل المنزل اذا هنا المدارع بسيطة حدث اول والحدث التاني هاخد دورش بعد ماوصل البيت ممكن اقولها when i have arrived طبعا طبعا بتقبل ممتها طبعا بتقبل ممتها هباكوا بقى when she goes هنا برضو ديات مدارع بسيط في حدث اول وجاي بعد كده المستقبل حدث تاني لحاجة خاصة بانطيل بقى i won't call you until i know the latest news انا لن اكلمك حتى اعرف اخر الاخبار خالي بالكوينة until معروفة بيجاب لها دايما ايه زمن منفي او غالبا بيجاب لها زمن منفي i won't call you لن اتصل بك ده حدث تاني حتى ايه اكون بمعرفة برضو نفس الكلام انتلجي وراه مدارع بسيط حدث اول وابلها مستقبل منفي ايه كمان من المدارع البسيط ممكن برضو بجيبها في الحالة الصفرية او الحالة الشرطية الاولى مثلا if i get information about this subject i will tell you لو انا حصلت على المعلومات عن الموضوع ده انا هكلمك او اخبرك ممكن برضو اقول ان استخدم المدارع البسيط للتعبير عن جداول المعايد السابتة ودي بنت نساها كتير قوي يعني ايه جداول المعايد السابتة يعني انا معايد الكترات والتوبيسات الطيرات معايد الحصص معايد المطشاط معايد البرامج دي كلها يا جماعة معايد سابتة دلوقتي مثلا my train leaves at night tomorrow morning يعني القطار بيغادر الساعة التاسعة غدا صباحا يا مصر يبقى هنا مستقبل ماشي بس ده معايد سابت المعايد السابت في المستقبل يبقى مدارع البسيط يبقى ليه في الآخر نقطة هنا في استخدامات بتاع مدارع البسيط يستخدم مدارع البسيط برضو بدلا من مدارع المستمر للتعبير عن ما يحدث الان مع الافعال التقريرية ايه يا جماعة الافعال التقريرية ديت وما بيقولوا عليها بالانجليش اسمها الافعال الحواس والمشار والادراق برضو مش فاهم يا مصر يعني لو فعلا ما بينفعش ينضف له اي نجي هنجيب في المدارع البسيط اقرب حاجة ليه مثال يعني انا اشاهد الايه العديد او بعض الزهور الجميلة الجملة دي غلط لينسي من الافعال التي لا يضف له اي نجي طبعا انا هعمل فيها ايه اللي بتجيبها الاقرب زمن لها طبعا اقرب زمن للمدارع المستمر هو المدارع اللي ايه البسيط فهول ايه حتى لو كاتب لي جنبها كلمة ناو اللي هي بتاع المدارع المستمر برضو هجيب مدارع البسيط مع الافعال التقريري طبعا بننجي نحل الاسئلة ديت بسرعة زي ما اتفقنا بنوقف الفيديو وبقى نحل لوحدنا بنرجع ناكده جابت طبعا الاسود هنا عايزول الاسود ايه بتأكل الحمش ده حقيقة طبعا واحد يقول لي اتس اقول له استنى ده اسم جمعي بقى ايت بس يا مصر تمام طبعا الاسود والعشاب هل الاسود بتأكل العشاب طبعا لا طب هنا لايونز جمع يبقى تمام عايزول هو بيشوف دلوقتي بعض الطيور تطير في السماء واحد يقول لي بس يا مصر عرفته اقول له يقول لي استينغ اقول له ركز بس بالراحة استينغ زي ما احنا هلنا استينغ يدخل ايه بمعنى يارا تمام وما هتبقى ايه هتبقى هي ها استينغ ده اقرب زمن المدرم السمير هو مدرم بسيط نمبر فور بابا بيعمل فشوف كبيرة هو محاسب هناك بيعمل لان يعني حقيقة تمام يبقى ووركس مدرم بسيط ليه عشان فاذر مفرف تجربة الفعل في اس نمبر فايف بعد نتناول الغداء بتاعي انا ايه هاخد زمنه ايه رست ايه او راحة قصيرة هاي باكبى افطر هنا هيجي وراء الحادث الاول هيبقى زمن مستبل والمدرم بسيط مدرم بسيط يبقى ايه افطر رأي هاف تمام انه افطر وبعد الروبط زمن يبيجي وراء مدرم بسيط والحادث التاني والمصدر نمبر سيكس ايه انا اخذت ايه التاكسي اف اي ابليت دي هتحلل اللي بتاع اف انهلنا عليها اف فاعل مدرم بسيط فاعل والمصدر اهو يبقى اف اي ايه عايزين انا مدرم بسيط يبقى ايه نجيت تمام يبقى جيت اب نمبر سيفن هي هتساعدك لما تخلص الواجب بتاعها تبقى ايه خباك قاسون هازم موجودة قبلها مستقبل يبقى ايه مدرم بسيط يعني مدرم برضو يا مصدر يعني افعل مصدر زي فنش يفعل في اس زي فنش زي فنش زي فنش زي عشان ايه كلمة شي بتاعه تفعل في اس نمبر ايه اكوردنج تو ذا طين طيب الوفقا لجدول المعيد السبتة زي ترين من تحللت يا مصدر قلت معيد سبتة يبقى ايه مدرم بسيط ريتش ولا ريتشز ريتش صبعا يصل ليه عشان القطر هنا مفرد فبقى المدرم يعني ايه يعني ازاي اتكلم على عادة واجبها في جملة صحافة المدرم في عندي حوالي ست صياغ للتعبير عن العادات في المدرم وتقريبا كلهم بمعنى بعض بس لازم ان كل واحدة لها تكون خاصة بها مثلا بقول نادا يوجوالي جوز تو شوبز عن صنداي ودي طبعا المسال المشهور بتاعنا يوجوالي بتعبر عن العادة وجاى وراء فعل في اس عشان نادا مفرد ممكن يجيب نفس الكلام بس هولي ايه واجيب اسم الشخص العادة بتاعته يعني واجيب وراء طول مصدر ازاي يعني انه من عادة نادا ان هي ايه تروح المحلات يوم الحد طيب نفس المعنى برضو اقول المرة دي ما قال بعد طيب نفس الكلام برضو بتارها تانية نادا از يوز تو جوينج جاب جوينج ليه عشان يوز تو قبلها از وبرضو هنا بيعتاد على فارش ايه في الوقت الحالي مثال بعد كده كمان هو لم يعود يتناول الرز برضو نفس الكلام هو لم يعود يتناول الرز على الاطلاق تاني ازا بالتالي بعبر عن العادات باقتر ايه من صيغة في المدارة هنا بقى حتة اسمها مهمة او اوي ركزوا عليها برضو اللي يبنون عليها ايه ايه ادفر برقونسي ظروف التكرار في المدارة اللي ايه البسيط طبعا عندنا ايه ظروف التكرار لها مكانين بتيجي قبل الفعل الاساسي زي بلاي ريد لسن نيت او بعد ام ويزوهر يبقى لها مكانين يا جماعة قبل الفعل الاساسي او بعد افر بطوي لو ام ويزوهر ايه بعد ظروف التكرار زي ايه زي always usually, normally, regularly, often, frequently, sometimes, occasionally, little, rarely, seldom, hardly, ever, never طبعا نشوف كده ما كانوا فين بقى اول مثال ايه always go to school on time انا عادة او دائما بقى بروح المدرسة في الوقت المحدد المرة اللي اولاني قال لي always go فجات قبل الفعل الاساسي المرة التانية قال لي I am always فالويز جات بعد ايه? am ويزوهر تمام برضو ممكن اجيب ظروف التكرار في بداية الجملة كاول كلمة او في نهاية الجملة كاول كلمة ليه? قال لي عشان ااكد على معنى الظرف ازاي? sometimes I play football احيانا انا بلعب كرود قدم هو بيركز لي ان هو ما بلعبش كرود قدم ايه دايما هو بلعب احيانا بس رقم ثلاثة بالنسبة لظروف التكرار واللي برضو بتستخدم تعبيرات التكرار التالية في بداية اونياتي جملة برضو زي ايه? once مرة واحدة twice مرتين three times ثلاث مرات several times مرات عديدة how many times اه or and every واجب لي مدة زمنية ليه period of time every morning every day monday week month summer year on fridays كل يوم جمعة in summer في فصل ايه? فصل الصيف طيب ممثلة بسريعة كده يقول لي ايه? I go for a walk twice a week. يعني انا بروح تمشي يعني مرتين في الزبوع. once a month مرة واحدة في الشهر. I face my parents. بزور الولد بتوعي. I take Arabic lessons on Wednesday days. انا بيه باخد حصة عربي يوم الاربعة. Every morning كل يوم الصبح. my mother wakes me. كل يوم الصبح موما ايه? بتصحين. نحل بقى هنا الامثلة على الان اشرحنا دلوقتي بس ركز وقف الفيديو حل لوحدك زي كل مرة بقولها لك وبعدك نحل معي. my father works as a doctor. he نحط. very basic. عايزول هو يكون غالبا مشغول. هل تبقى often is ولا is often? لا ايه مصر? is often. ليه? عشان هنا often بتجيب بعد تمام? نمر two. lean something to do. she is very basic. عايزول اني دايما lean يبقى عندها حاجة بتعملها لانها دايما مشغولة. طب هنا هجيب always have ولا هف always always has ولا هز always. اولا هف غلط عشان ليه ما يدخدش هاف. فعندي حاجة من اتنين. يا اما سي اما دي. طبعا ناخد ايه? always has ليه? عشان always بتيجي قابل فعل اساسي. وهذه هنا معناه يمتلك يعني فعل اساسي او عندها اولاده. number three. I visit my grandparents not month in the beginning and in the middle. في الاول وفي النص يعني. طيب يبقى كم مرة يبقى مرة ايه? وعيدوا لي twice. اقولوا لي استنى. twice بس غلط. اما الا ايه? twice a. لان مرتين في مرتين في الشهر يعني. number four. سامة is used. احنونا نعمعوز الكلم على العدف المدارع. وقبت ابل used. ام ويزور. فاقب ورا ايه? فعل في اي نجي. living بس? لا. هي اسمها use to. يبقى use to living. لتر ايه. number five. it is عمر's habit. انه من عدد عمر. خدنا التعبير ده بيك ورا اي نجي ولا تول مزر. تول مزر بايه? to go. انه من عدد عمر ان يزعب التمشي. number six. حسين. not working on the farm. is used? ولا is used to? ولا is to? ولا used to? بس. انا جاي برا في الفي نجي. يبقى is used to. نجي بقى لحل الاسئلة. وعايز اكد على حاجة. ان هنا برضو في الوحدة في زمن الماضي البسيط. وتم شرحه طبعا في الوحدة الاولينية زي منتوا شايفين. فبالتالي الاسئلة اللي هنحلها دلوقتي بتاع الجرامر على زمنين. present simple. بس مدرع بسيط وماضي بسيط. نبدأ بقى مع اول الحاجة وطبعا زي ما اتفقنا. انا دلوقتي هبدأ اوقف الفيديو. واحل الوحدة. بك اتجع احل مع المصر عشان اكد الاجابة بتاعتي. تمام يا جماعة? طيب. وحاجة تانية كمان رجاءا نستعمل لايك للفيديو. اه وتشترك في القناة. وتفعل الجرس. عشان دي اعتبر اكبر دعم لنا. عشان نستمر. نومر ون. عايزوا ان هنا عادة بتلحق قطار الساعة السامنة الى العمل. خليب لكم. هنا اسمه مفرد. جايب لليو جوالي. بتلحق تفعل في ايه? في اس. تمام. نومر ايه. عايزوا الاية لا تكون ابدا متأخر عن العمل. هو هنا في حاجة. هل هنا هقول never is ولا is never ولا never has ولا has never. مبدئيا never has وهاز never دول غلط. تمام? كمعنى. انما هنا عندي is never ولا never is. انا عندي ان كلمة never بتيجي بعد. الفعل المساعد لو قاموا is war وقابل الفعل اساسي. بتلح تبقى is never. يعني لا تكون ابدا متأخرة. نومبر ثري. عايزوا له متى ستنتهي من ايه? مزاكرة دروسك. وين هنا كلمة you. واحد يقول لي all are you. لقول طار هاك في فعل في نجي. فهنا غلط. طب اقول have ولا do ولا دا استمعت بها ايه? do. وين دو you usually finish studying. نومبر فور. عمر عايزوا لنا لا يأتي متأخرا للعمل ابدا. واحد يقول لي never. كلامك جميل. never هتبقى صحي في المعنى لكن grammar غلط ليه? عشان بعد المقط في كلمة come ودية مصدر مش فعل في اس. لو قلته عمر never يبقى comes. اذا هتبقى ايه? عمر doesn't. نومبر فايف. عمر not comes to work late. احنا كده حلالة هتبقى ايه? تبقى never تمام. لان never هنا عمر فاعل مفرد. never بعد كده بتفعل في اس. بعد كده نومبر سكس. I always. يعني انا دائما. زا بيانو after I come home from work. هنا افتر وجه هنا كلمة تقم مضارع. يبقى التالي هنا اجيب برضو زمن مضارع. انا دائما بلايز هي ايه بتاخد فعل في اس. او بتاخد مصدر بتاخد مصدر يبقى ايه? play. ابقى كلمة مشابه برضو اسفين وطنة مختلفة. I always. زا بيانو after I came home from work. هنا المرادة اللي ايه? came. المرادة كان بقول ايه? come. زا مضارع لكن دية مات. اذا نختار الماضل يبقى ايه? I played. ايه. number eight. very quickly so we didn't understand. ركزوا يا جماعة didn't. هاي برضو ماضي. طب او الماضي هجيب معي هجيب برضو معه ماضي. يبقى هي ايه هو عادة يا مصر بس يجولي عادة دي مضارع. احنا اونا لأ. انا ممكن نجيبها في الماضي لو كان بيتكلم على العادة فين في الماضي. يبقى هنا هي ايه يعني تكلمة. number nine. he usually very quickly so we don't. المرادة اللي don't. يعني مضارع. اذا نتبقى ايه؟ تبقى سبك سيليه مش يسبك بس. طبعا مش يسبك بس مش موجود ليه مش يسبك. تبق دي ماضي وهنا جملة مضارع. number ten. my friends often came to my birthday party and meet a nice present. حاجة لنا اصدقائي غالبا بيقوم حفلة عيد ميلادي وبيدوني هدايا جميلة. طيب هنا. اصدقائي my friends often came. زمن ايه يا جماعة؟ ماضي بسيط تمام. هم اتهم تمام. يبقى هم بيعطوا ولا اعطوني اعطوني بايه يبقى give. لازم في توازن في الزمن يعني هنا ماضي بفينا ماضي. number eleven. my friends often come. المرة دي قال لي ايه؟ come to my birthday party and meet a nice presents. هم بيحضرهم وبيعطوني يبقى give. مش give المرة دي بقى عشان ده مضارع. number twelve. when i was on holiday i know a tennis every day. عايزوا لما كنت في الاجازة كنت بلعب كل يوم. had played. have played ولا play ولا played. تعبوا لي لما كنت انا في اجازة بايه played. كنت بلعب في الماضي. number thirteen. when i am on holiday i tennis every day. لما كنت في الاجازة كنت عايزوا لين ايه؟ لما كنت بقى في اجازة بلعب تنس. هنا كان فينا في المضارع. لان هنا قال لي اه من المرة فات قال لي ووز. طب لم يبقى فينا مضارع مع وين. هكي برضو مضارع يبقى ايه؟ i play. number fourteen. سما not an email to her friends. but she has received no reply so far. يعني سما ارسل او بترسل ايميل لأصدقائها. لكنها لم تتسلم اي رد. يعني ما صلاش اي رد يعني. طب هنا هل هي سما بترسل ولا ارسلت. لان هنا اقول سما ارسلت عشان بقول لم تتلقى اي رد. ما صلاش رد يعني هي بعد تتخلص الايميل. يبقى سنت ماضي تمام. number fifteen. rubbish not and burn it. rubbish لا القمامة. not and burn it واحترقت. هل القمامة هنا هتجمع نفسها وتحرق نفسها؟ لا طبعا اذا القمامة هنا ايه مفعول. وقلت لكم لما تيجي تحل في المضارع او في الماضي. لازم انتحدد او الاول كلمة اللي هي الاسم ديت. هل ديت فاعلة ولا مفعول؟ طبعا لو مفعولة ما انا اكلم في مبنى مجهول. يبقى ايما are collected. او is collected. يبقى بيه سيغل. طيب هنا rubbish هل ديت قمامة هتقول لجمع لا. ربش هنا بتعامل معاملة ايه؟ المفرط تبقى ايه؟ is collected. يعني يتم تجمحها and burn it وايتم حرقها. number 16. he often with me in English. to become better at speaking. هو غالي ما بيكلم معاه بالانجليزي. عشان نبقى ايه كويسين في التحدث باللغة ايه؟ الانجليزي. خلي باله. هو هنا بيقولك to become better عشان نصبح افضل. اذا كانت في المضارع. يبقى speaks. يبقى often speaks. number 17. we an interesting film last night. انا تعيز اقول احنا ايه؟ مبارح للماضيه شفنا فيلم. شاهدنا الفيلم خلاص. يعني المشاهدة انتهت. تمام. طيب هقول هنا watched. ولا had watched. ولا watch. ولا have watched. طبعا تبقى ايه؟ watch اللي انت حدث تم وانته. يبقى watched. number 18. policemen criminals and arrest them. طبعا نزولك ان الرجال الشرطة بيرصودهم. واذا يقولوا بالبلد بيصطادوا يعني المجرمين وايه؟ ويهودوا عليهم. هاولوا هنا hunt. ولا hunt us. ولا our hunting. ولا hunted. خباك هنا policemen اسم جمعة. يبقى hunt is غلط. وما لا يقول ايه? number 19. they attend the conference last night. هم محضروش الاجتماع او المؤتمر الشهر الماضي. لم يحضرهم. اذا انا جايب لفعل المصدر بعد النواط. يبقى didn't attend. لم يحضرهم. number 20. according to the timetable وفقا لجدل الزمني. the train not at 11 o'clock الاطراهي وصلت ساعة 11. واحد يقول لي في المستبل is when you arrive? لا. هنا لو موعد سبتة يبقى من درعة بسيط. يبقى ايه ما arrive او arrives. هنا train مفرد يبقى ايه؟ فعلي في اس يبقى arrives. number 21. she not the newspaper every morning. it is a habit of hers. هي عادتها على طول ان هي بتكره الجرائد ايه؟ كل يوم الصبح. طب دي عادة بالنسبة لها. فبالتالي هاول ايه؟ هاول هنا فعلي مضارع يعني اما مصدر او فعلي في اس. طب هنا شي تاخد ايه؟ تاخد reads. تمام. number 22. she not the newspaper every morning it was. كانت عادت يعني في الماضي. طبعا is reading مضارع مش ننفع. و reads مضارع مش ننفع. فضل عندي has read لو مضارع تام. و read مش read بقلني ذيات الماضي يا جماعة من read بقولها read. طبعا ها تبقى ايه؟ read ليه عشان ده ماضي بسيط. number 23. what time not you usually arrive at school when you wear. لما انت كنت طالب كنت عادة بتوصل امتى؟ انا بس سأل سؤال في المضارع اللي في الماضي في الماضي. ازان ها تبقى did. number 24. what time not you usually arrive at school when you take. لما تاخد التاكسي. ياخد التاكسي انت مضارع. يبقى ها تبقى ايه؟ did ولا does ولا do ولا would. هتبقى ايه؟ do ليه؟ عشان الفاعل يو بياخد do. number 25. my son. يعني ابني. ambitious. ambitious يعني ايه؟ طموح. and he wants to study medicine. عايز يدرس ليه؟ الطب. medicine. اللي هينا الطب مش دواء بقى. how is always? always is. doesn't always. isn't always. طبعا هاجب doesn't امتى لو فيه هنا فعل مظر. ما فيش فعل مظر يبقى دي غلط. طب isn't always ولا is always ولا always is. مبدئيا كده كلمة always is دي غلط. ليه؟ عشان اصلا always بتيجي بعد is. إذا انت حلت يا مصر يبقى ايه؟ يبقى is always. لانها طموحة دائما. عشان كده عايزة ترس طب. لكن ما ينفع شقول هي مش طموحة. تمام؟ يبقى is always. 26. when i finished my work. لما خلصت العمل بتاعي. i closed my office. اغلقت المكتب. and home. ورجعت المنزل. يبقى ايه؟ ريترنت. طبعا هاتي بقى مضو بسيط. number 27. his mother. his room. door. while he was studying his lessons. يعني مامته فتحت الباب. بينما كان بيدرس ليه؟ الحصص او بيذاكر الدروس بتاعته. فتبقى opened. الحادث المستمر عند كان ايه؟ انه هو كان بيذاكر. والحادث اللي حصل فاجل هو الحادث القصير. مامته فتحت الباب. 28. the moon not around there. سي مصر ده جملة المدارع البسيط ليه؟ عشان دي يتحقيق الحقيق في المدارع البسيط. اذا ان يا فعلي مصر يا فعلي فاسي بقى ايه؟ موز عشان عندها قمر واحد. مفرد. نمبر 29. he found me once he not the message. هو اتصل بيه بالتلفون لما ايه؟ لما قرأ الرسالة. had read. will read. reads read. لما قلتش read بقى قلت read برضو. found هنا ماضي. اذا هو اتصل بيه لما انا قرأت الليه الرسالة. اذا ان هنا تبقى مضمصيت يبقى ايه؟ يبقى رد. دي تعناها قرأة. نمبر 30. he will phone me once. هو اتصل بيه لما هو ايه؟ هيكرأ الرسالة والله بيكرأ الرسالة. لما يقرأ الرسالة. اذا هنا had read غلط. will read غلط. ليه؟ عشان وانسين قلنا جيه وارب لا مستابل. فبالتالي يجب بعدها ايه اما مضرع تام. ايه اما مضرع بسيط يبقى ايه؟ يبقى reads. نمبر 31. i was 12. my family moved into this flat. هنا بيقول لي بينما ولا اليا ويل ولا وين ولا ديورنغ ولا اس. طبعا ديورنغ غلط. وما تبقى ايه؟ يبقى عندما كان عند 12 سنة. وزورة انتقلت للعيش في ايه؟ في هذه الشقة. نمبر 32. هي نقطة early. هو هنا اقول rarely نادرا. is early ولا is rare ولا is rarely ولا rare is. خلقا بقى. rarely ديت من ظروف التكرار. بقى ظروف التكرار زيه. الواز ويجوه لو نيفروا الكلام ده كله. بيجي بعد verb to be. يبقى is rarely. نمبر 33. هي نقطة early. هاول rarely gets. gets rarely. get rarely. rarely get. هنا بقى عندك كلمة rarely. فبالتالي عايزة أقول هتيجي قبل الفعل الأساسي ولا بعده؟ هتيجي قبل الفعل الأساسي. يبقى rarely gets. نفس الظروف التكرار. قبل الفعل الأساسي وبعد verb to be. نمبر 34. it hardly not in Egypt. is raining. rains. have rained. raining. خلي بالكم. it hardly. يعني هزول بالكاد يعني بيتمطر فين في مصر. اتنا. فاعل مفرد. والتالي في زم المدرعة البسيط هجي قبل الفيس. يبقى rains. لأن النهاردة برضو من ظروف التكرار بدل على المدرعة البسيط. نمبر 35. as a school boy. my uncle always. لما كان طالب في المدرسة عمي كان دايما بيروح المدرسة ماشي. تسكله ونفوتها. يبقى gone ولا went ولا goes or will go. طبعا went. ذهب. كان يذهب يعني. نمبر 36. mom not by all family members. all is loving is being loved. is loved loves. خيبك هنا عايزه المام. ماما محبوبة من كل عضاء الأسرة. إذن هنا بابني المقولة إن الماما هنا مفعول. يبقى جيب أم إظهار تصريف ثالث يبقى ايه. is loved. طب ليه مش is being loved. لأن هنا هتبقى مدرعة من استمر فمش هينفع. طيب 37. i will phone you as soon as i my war. أنا هتصل بك لما خلص عملي. فاكرين as soon as. بيجاب لها مستبل وبعدها مدرعة البسيط. طيب هنا finishes ولا finish. هتبقى طبعا finish. مجرد ما ما خلص. إذن ده حدث أول وده حدث ثاني. طيب 38. we all not in Allah. هنا كلنا بنؤمن بالله. طيب believe ولا believes ولا is believing ولا are believing. طبعا هنا we فاعل. ضمير جمع. فبيت له ليه بقى believe. فاعل مصدر هنا. number 39. it's time we home. يعني المفروض دلوقتي ان نكون احنا روحنا اصلا. when are going go have gone. خدناها في الوحدة الاولانية لو انت فاكرين. لان it's time. number 40. the email sent before the office was closed. هل الايميل تم ارساله قبل ان من كتب يتم غلقه. هو الايميل هنا ديت مفعول ولا فاعل. طبعا ايميل هنا ايه ديت مفعول. طبعا ايميل هنا ايه ديت مفعول. طب المبنى المجهول في السؤال كان بيبدأ بايه. طبعا بيبدأ was aware. طب هوله هنا are ولا was ولا had ولا does. طبعا ايه هجيب was. طبعا ايميل. طبعا ايميل ما قولت شهر عشان بيقول لي was closed. جاب لي هنا جملة ما بني ما قول في الماضي. فبرضو هجيب هنا ما بني ما قول فين في الماضي. number 41. during last holiday. اثناء الاجازة الماضية. كان بيلعب كل يوم الاجازة الهين الماضية. يعني مال بسيط تمام. يبقى ايه. number 42. هي نوع playing tennis. used to. is used to. used to. was used. خلي بالك. هنا أقول لك هو بيعتاد على لعب التنس الآن. بدلت عدم وجودت في المضارع يبقى. is used to. كمان is used to. بيقى يراها فعل فيها انجي. لكن used to. بيقى وراها فعل مصدر. number 43. have you seen her lately. هل انت شفتها مؤخرا. yes i not here. when i was on my way to work the other day. ولما كنت في طريق للحمل. لبقى أنا شفتها. بيقى yes i a. i saw. أنا رأيتها. number 44. all the information i read in this book not very valuable and useful. كل المعلومات اللي أنا رأيتها في الكتاب ده معلومات قيمة ومفيدة. طب ده المعلومات كلها دي كلها في معامل معاملات مفرد. هتبقى ايه؟ هتبقى is. لان هنا information مفرد. number 45. 10 people to have been injured in the crash. هاجلوا لنا عشر اشخاص. 10 people. هاجلوا لنا انكتب عنهم تقرير. انهم تم ثبتهم في الاستضامة. 10 people هنا هتبقى ايه؟ مفعول. بس ده في زمن اللي يا جماعة في زمن الماضي البسيط. اذا هجيب ماضي بسيط في المدنى المجهول. يبقى ايه؟ والتصريف الثالث. يبقى ايه؟ number 46. don't open the door until i you. يعني ما تفتحش الباب حتى ايه اخبرك يعني. يبقى until i told. ولا had told. ولا till. ولا was told. طبعا حتى تبقى till. وانا قبل كده. انا until. ليجوا هرها مضارة بسيط. وقبلها حاجة من الاثنين. يا اما مستقبل منفي. يا اما امري منفي. زي ما نشوفين. don't open. number 47. I am sure. he not a samsung laptop. he just doesn't want to lend it to you. عايزوا لنا انا متأكد. انه بيمتلك لابتوب من نوع سامسونج يعني. وهو just doesn't want to lend you. هو مش عاوز بس هي يسلف ولا. يبقى مشور هي. هو يمتلك. يبقى تبقى he has. number 48. when salma read. ولا read. لو قلتي when salma read. يبقى جملة دي غلط. مفروض salma reads. إذن هتبقى read. يبقى when salma read. a story لما كانت بتكره القصة. she not interested. interested in it's moral. عايزوا لنا دائما عادتها كان مهتمة. بالمغزة الاخلاقي او الدرس المستفاد. it's moral. من القصة دي. يبقى she is usually. ولا she was usually. ولا usually is. ولا usually is. مبدأي انا مصر انت قلت من شوية. when salma read. يعني ماضي. إذن is هنا غلط letter a. we letter c برضو هتبقى غلط. فضل عند اتنين. was usually. ولا usually was. اولا انا عايز احدد. was هنا تعتبر فعل مساعد. يعني verb to be. ولا فعل اساسي. بينها تعتبر فعل مساعد. قلنا ان usually تيجب بعد فعل مساعد. was usually. was usually. number 49. he used to work as a firefighter. هو كان معتد ان هو يعمل كراجل مطاف. this means. معنى الكلام ده. هو كان معتد في الماضي يا جماعة. معنى الكلام ده ايه. هل هقول he is a firefighter. ودلوقتي رجل اطفاء. he works as a firefighter. he is no longer. لم يعد a firefighter. he never worked as a firefighter. طبعا تبقى ايه. letter c. يبقى he is no longer a firefighter. number 50. I wish I were tall. كنت اتمنى ان اكون طويل دلوقتي. معنى الكلام ده ايه. ان انا دلوقتي ايه. مش طويل. اذا هتبقى ايه. I am not tall. احنا بنوقف الفيديو ونحل على طول يا جماعة. قبل ما نحل. number 51. It's a time. Umar paid me back my money. المفروض الوقت يكون Umar. كان داني. او رجع لي الفلوس بتاعتي. معنى الكلام ده ايه. هل Umar had returned my money. هو رجع لي الفلوس. ما كنتش قلت الكلام ده. ولو Umar hasn't returned. ما رجعش فلوسي. ولو Umar returned my money. لو كان رجع لي الفلوس. ما كنتش قلت الكلام ده. المفروض يبقى ايه. letter b. يبقى Umar hasn't returned my money. ما رجع ليش فلوسي لسه. number 52. two. I'd rather. sama hadn't used my cream yesterday. يعيزوا ليه. انا عايز اقول ان انا افضل. ان ساما ما كنتش استخدمت الكريم بتاع انبارة. ما انا كده ان استخدمته. ايه. اذا انا تبقى ايه. sama used my cream yesterday. number 53. plants get their food from the sun. this is a. ازولي النباتات بتحصل على الغذاء بتاعها من الشمس. طب دي معروف ان ايه. هل the present habit ولا past habit ولا future fact ولا fact. طبعا fact. حقيقة. فاش كلام طبعا. number 54. we take mid year exams in January. بناخد امتحانات نصف العام في شهر يناير. this is a. the a. time table. future fact ولا habit ولا hope. طبعا تبقى ايه. time table. جدول ايه معيد. ثابت طبعا. 55. I don't smoke heavily any longer. لم يعد مدخن بغضار او ببشارها زي بقولهم. كالسابق يعني. I mean that I. معنى الكلام ده ان ايه. smoke heavily. used to be a heavy smoker. haven't stopped smoking. ولا didn't use to smoke. طبعا ايه. used to be a heavy smoker. كنت معتاد. ان اكون ايه مدخن شارع زي بقولهم. احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا نهاردة. لو عقبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو. عشان ده اكبر دعم لينا. وتشترك في القناة. وتفعل الجرس. وكمان اتشار الفيديو لاصحابك عشان يستفيدهم. لو عندك استفسار اكتبه في الكومنتيس او شجعنا بتعليق اسفل الفيديو. كان معكم مستر رحمد العبد من قناة دروس تعليمي اونلاين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.